ما أحدثكم عنه في تفاصيل عقيدة التوحيد يحتاج إلى عناية في تتبع هذه المطالب وتحتاجون إلى تدبر وتفكر هذه المطالب أولا ما هي بالمطالب السطحية السهلة إنها مطالب عميقة تحتاج إلى أنات في دراستها وتحتاج إلى روية في محاولة فهمها والتمازج معها ولأن الحديث في هذه المطالب بالنسبة لكم حديث جديد فعليكم أن تكرروا الاستماع والإصغاء لهذه المطالب وهذا ما هو بأمر عسير عليكم فإن الحلقات هذه ستكون على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تعودوا إليها على موقع قناة القمر الفضائية على الموقع الألكتروني وأن تتابعوا هذه الحلقات ولو بتقطيعها إلى مقاطع بحسب وقتكم هذا موضوع حساس نحن نتحدث في موضوع معقد ومركب وحساس لا شأن لي بما يتحدث به الوهابيون ويشيعون بين الناس من أن موضوع التوحيد موضوع بسيط لا شأن لي بفكري وثقافتي الوهابيين وسائري تفرعاتي وتشققاتي واتجاهاتي سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بما كتبه وألفه ونشره في الوسط الشيعي مما جاء عن سقيفة بني نجف فعقائد السقيفة بني نجف بالنسبة لي لا شأن لي بها وعقائد سقيفة بني ساعدة بالنسبة لي لا شأن لي بها أنا أحدثكم من قرآنهم المفسري بتفسيرهم فقط لا بتفسيري سقيفة بني ساعدة ولا بتفسيري سقيفة بني نجف أحدثكم بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لا شأن لي بما تعتمده السقيفة بني ساعدة في التعامل مع الحديث ولا شأن لي أيضا بما تعتمده السقيفة بني نجف في التعامل مع الحديث لذا أقول لكم من أن موضوع عقيدة التوحيد بحاجة إلى تأمل بحاجة إلى تدبر بحاجة إلى تفكر وعليكم أن تعيدوا الاستماع وأن تتابعوا الإعادات هذه الحلقات ستعاد ستعاد وتبث على شاشة هذه القناة ومجموعة حلقات أعرف إمامك سيعاد بثها مرة أخرى بعد أن تكتمل مجموعة هذه الحلقات أقول ناصحا للذين يريدون أن يعرف عقيدتهم عليهم أن يتابعوا هذه الحلقات مرة أخرى وبعناية وبدقة وأن يلخص المطالب بقدر ما يستطيعون وأن يكتبوا الملاحظات على الورق نحن نتحدث في قضية خطيرة جدا إنها العقيدة السليمة هذا الموضوع ما هو بموضوع يمكن للإنسان أن يتساهل فيه على أي حال لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا في هذه الجهة